السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي ازايكم بعملني اتمنى تكونوا بخير وصحة وسلام ان شاء الله دلوقتي انت شغال في محافظة وبيتك في محافظة تاني وطبعا يوم الخميس بالليل انت بتروح بيتك عشان تقضي الجمعة والسبت مع اهلك فيوم الخميس بالليل رايح تركب المكرباص فالمكرباص الطبيعي بتاعته او الاجرى بتاعته لحد بيتك 5 جنيه فجيه صاحب المكرباص او اللي شغال في المكرباص رح يلوكوا يا جماعة الاجرى 12 جنيه فطبعا انت تزهل وتقول له ليه يعني اللي انت بتعليك يقول لك هو ده اللي كنا موجود معناش مفيش عربيات وانا صعب اللي انا امشي كده ده هقوله لك حاجة بسيطة جدا اسمه قانون العرض والطلب قانون عرض والطلب ده بيقول لك ايه ان الطلب كل ما يزيد كل ما العرض يعلى هقول لك ازاي دلوقتي الطلب زيادة اللي هم مين اللي هم الزباين الزباين كتير في الموقف فكده تضلط الطلب والعرض اللي هو ايه اللي هو المكرباصات فالمكرباصات قليلة وعدد الزباين كتير فبيضطر ان هو يعلي الاسعار عشان عارف ان انت هتحتاج له عشان تروح بيتك بسلامة هو ده قانون العرض والطلب من دمن الخرافات اللي احنا كنا عارفينها او اللي احنا عارفينها لحد الان ان عشان تطبع فلوس في يعني تطبع فلوس كتير يجب أن يكون قدامه غطاء ذهبي او دهب في البنك المركزي و هذا كلام غلط تماما في سنة 1931 كان الكلام كان صح كان لحد 1931 كان لأنه كان لديك فلوس غطاء ذهبي في البنك يعني لازم يكون هناك دهب في البنك و هذا الفلوس كانت تعبر عن الدهب الموجود يعني كانت تعبر عن إصال أمانة ويجب أن تثبت أنه قدامها دهب في البنك فطبعا لما التجارة دخلت وبقوا يلموا الدهب اللي في السوق فالدهب شح فطبعا الدول محتاجة دهب أو الأشخاص كمان محتاجين دهب فاضطروا التجارة لهم يعلوا الأسعار فالدول قالت لا إحنا مش هنبقى تحت رحمة التجار تحت رحمة أشخاص إحنا هنصدر قرار إن إحنا نلغي الموضوع ده خالص وبالفعل حصل الموضوع ده سنة 1937 الحكومة قررت عدم وجود دهب ده خالص وحكومة قالت إن إحنا مش هنحتاج للدهب في البنوك علشان نبقى في بنك نوت أو ده أو ورق يعني ورق نقدي وفي أولي السبعينات الحكومة بقت الجهل والصادرة والمطلقة إن هي تطبع فلوس طب هنيجي هنا لسؤال معين ليه الحكومة ما بتطبعش فلوس كتير؟ عشان طبعا تنجز نفسها وتساعد على العجز الميزانية أو تقفل عجز الميزانية وإن هي تساعد الفقرة وتقفل الديون بتاعتها وتعمل كل حاجة ده وتعمل مشاريع وتطوير وتخلي الناس كلها بدل ما كانوا فقرة أو ناس فقيرة منهم يبقى التريليونات يعني معاهم فلوس بالهبب تخيل كده معي إن في دولة مكونة من ثلاث أشخاص من ثلاث أشخاص كل شخص منهم معاه جنيه كل شخص معاه جنيه فكده إجمال الدولة ثلاثة جنيه أنا بكلم على حاجة بسيطة جدا دولة فيها ثلاث أشخاص معاهم جنيه يبقى كل واحد معاه يبقى كل الدولة كلها معاها ثلاثة جنيه والدولة دي ما بتنتجش غير عيش وما بتنتجش غير ثلاث ترغيفة عيش فأنت كده قدامك ثلاث أشخاص معاهم ثلاثة جنيه وقصدهم ثلاث ترغيفة عيش وهما ماشيين الثلاث أشخاص دولة فأمان الله كده لقوا مكينة بتطبع فلوس فقعدوا يطبع فلوس 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 فبقى كل واحد معاه ألف جنيه بقى ألف 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 بقى في الثلاث اشخاص بقى معهم ثلاث تلاف جنيه بس العيش او الرغيفة او الموارد اللي هي الدولة بتنتجها ثلاث ترغيف عيش فهيضطروا يعملوا ايه العيش هيعلى سعره هيبقى ألف جنيين الرغيف هو ده بالضبط اللي بيحصل لما الدولة بتضطر تدفع فلوس او تسر او تطبع فلوس كتير فبيضطر ان غلاء الاسعار بيعلى وطبعا العملة بتنهار وطبعا ما بيبقاش فيه ثقة في الحكومة لان قوة الفلوس من قوة الحكومة هقولك على مثال في العصور الوسطى سنة 1526 قائد الجيش الاسباني 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 اسمه بيزارو كان رايح يفتح يعني دول كتير او يفتح مستعمرات جديدة في امريكا الجنوبية امريكا الجنوبية كان ساكنها الهنود الحم فهو بيفتح المكان هناك كان ااملا انه هو يلاقي كنز دهب او دهب كتير عشان يستخدموه في البلاد عندهم وكانوا ماشيين ورا اسطورة كده كتعجيب اسمها الادرادو الادرادو دي كان امير كبير كان بينام على الدهب وكان مغطب بالدهب وكان بيصحى كل يوم ينزل بحيرة ويستحمى في بحيرة فكان الدهب كل يقف في بحيرة فكانوا ااملين ان هم يمشوا ورا اسطورة دي عشان يلاقوا الدهب فياخدوه عشان يستخدموه في اسباني فهو طبعا ماشي بيفتح دول كتيرة فطبعا ملقاش الدهب بس بيعمل حاجة واحدة ان هو بيستعبد هنود اكتر كانت الهنود من سكان الامريكا الجنوبية فكان بيستعبد هنود يستعبد هنود يستعبد هنود لحد ما واحد من الهنود اكتشف هضبة اسمها سيروريكو سيروريكو الهضبة دي كانت عبارة عن منجم فضة كان فضة رهيبة لدرجة ان هم استخرجوا منه 45 ألف طن فضة تخيل الرقم 45 ألف طن فضة فرحلوا كل الفضة دي كلها لأسبانيا فطبعا لما يودوها اسبانيا طبيعي طبيعي ان ازدهار اسبانيا يعلم فايه اللي حصل ده بالعكس ده واقق عسبانيا خالص وعمل ازمة اقتصادية هنود ليه هناك عمل كده لان كل الناس بقى معها فضة فبقى الفضة كل ما تبقى كتيرة كل ما تقوى الشرائية بتاعتها بقيت قلت بالزبط زي ما بتطبع فلوس كتير كل ما الفلوس كتكتر كل ما تقوى الشرائية بتقل كل ما بتنهار العمر وبالزبط ده اللي حصل في الوصول والوسطى ان اسبانيا فرطت فيه توزيع الفضة والناس كلها بقى معها فضة فطبعا بقى كل ما نهبه وده بقى معها فضة فاضطروا اصحاب المحلات واصحاب الموارد زي الاكل والشرب والحاجات كتير بتاعت الاكل والشرب يعالوا في الاسعار مع كل النسبة بمعها فلوس فانعالي في الاسعار فدي حصلت ازمة الازمة دي كانت بمعدل التضخم اللي هي الازمة دي اسمها التضخم حصل الانفليشن ده بنسبة 7% طبعا احنا هنا في الصين سنة 2020 الصين بتوصل لعشر واثناشر في المية وعادي خلاص بيقضوها بس هي الفكرة ان هي ازمة ساعتها وكانت عاصلت مشكلة كبيرة بس الازمة دي اوعى يعني يعني اوعى تكرنها بازمة سنة 22 و 23 لألمانيا المانيا اللي انت بتشوفها في كاس العالم واللي انت بتشوفها الماكينات الالمانية والمعدات الالمانية والحاجات دي كلها زمان كان فكرة كان مختلف تمام زمان لما ألمانيا خسرت في الحرب العالمية الاولى طبعا كل الدول حطوا عليها وهي شلت الليلة كلها ايه اللي حصل في ألمانيا الدول حملتها في معاهدة فرساي 400 مليار دولار 400 مليار دولار تخيل 400 مليار دولار زمان سنة 22 الرقم كان عامل ازاي علشان ألمانيا طبعا في الحرب انت كمان هدتلي حاجات فاحنا لازم تبنيل الحاجات اللي انت هدتها فايه اللي حصل ألمانيا شلت الليلة كلها اللي حصل ايه في ألمانيا اتصلوا بيه او يعني امروا المحافظة البنك المركزي ساعتها انه هو يطبع في الماركة الألماني اسمه ماركة ألماني اللي حصل بقى ايه انه هو قاعد يطبع 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 في الفلوس فايه اللي حصل الفلوس كترت قوي مع الناس فبقى ما لهاش قيمة وبقى دي كده الفلوس انهارت 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 لدرجة ان الناس لدرجة من دمن الحاجات اللي بتدحك فيه كانت قالتها ان الموضوع كان الواقف الجرسون اللي كان واقف في المطعم كان كل نص ساعة بيقعد يقول اسعار جديدة تخيل انت بتاكل طبق ماكورونا دلوقتي بعد نص ساعة تليه تغير والارقام كانت فلكية كان يقولك مية وثلاثين الف فرنك مية وستين الف فرنك تخيل الرقم ده عمل ازاي وكمان كانت الاطفال كانت بتعمل من الورق الكتير او من البنكنوت الكتير الالماني المارك الالماني ده كان بتعمل منه طيارات والستات زمان كان عشان يتدفو كان بيجوب الورق ويرمو في النار عشان يتدفو بيه ده الدرجة كمان اكبر واكبر ان كان عشان تشتري مثلا فرخة ولا بيضة من هناك كنت بتشيل الفلوس كلها على العربية وتمشي تروح تشتري العربية وترجع تاني انت متخيل المنظر ومعدل التدخم عمل ازاي؟ انا اقولك بس على معدلات التدخم اللي حزرت في المانيا انت هتلاقي اركام رهيبة قبل الحرب كان الدولار الامريكي كان بيشتري اربعة ماركة المانية خلال الحرب كان الدولار الامريكي بيساوي تمانية ماركة المانية سنة الف تسعمية واحد وعشرين او في اول الف تسعمية واحد وعشرين كان الدولار الامريكي كان بيساوي ستين ماركة المانية في شهر 16 آملات كان الدولار الامريكي كانっ 330 مارك ألماني في شهر 12 آملاتوا تسعر PHK Dew T95 شهر 12 آملاتوا تسعرubine 880 مارك في شهر 12 آملاتوا تسعرaktu إرآلاتوا تسعرasmine 880، 4 تريليون .. 4 تريليون.. 4 مليار 4 تريليون أربعة تريليون 4 مليار مارك ألماني تخيلaco كانت العملة المنهارة زينبابوي العملة بتاعتها اسمها دولار زمبابوي معدل التدخم وصل لمراحل المليونات التدخم وصل في شهر 8 لـ 14 مليون في المية احنا كنا نتكلم على أزمة أسبانيا 6% في زمبابوي وصلت لـ 14 مليون في المية في سنة 2008 وفي سنة 2009 الحكومة قررت ان هي ما تصدرش اي احصائيات تاني يعني تخفي الاحصائيات ولغت العملة بتاعتها لغت الدولار زمبابوي وبقت دلوقتي عيش على العملات اللي حواليها الدولار الأمريكا طبعا والعملات الأفريكية اللي حواليها يعني لحد وقتنا هذا هي ملهاش عملة لها لنفسها ورجعوا الناس اللي في زمبابوي ان هم يتعاملوا بالمقايدة ان هو ايه اجيب يعني مثلا عيش ابدلوا لك مثلا بحتة من الدهب لان الدهب قوي والدهب سلعته معروف فكانوا مثلا يقطعوا الدهب قطع بسيطة ويروحوا جايين مديل حتة الدهب عشان تجيب عيش عشان ما بقاش فيه الموضوع يعني الدولار بتاعهم الزمبابوي ملوش اي علاقة باي حاجة ملوش اي ملوش اي لازمة فكانت الناس كانت بترميه لدرجة ان واحد لقى مثلا كانت كارتة دي اللي هي بتشيل فيها الخرصانة وكده كانت مليانة فلوس رمل فلوس وخد الكارتة يعني اللي هو يعمل بها اي مصلحة اللي هو يعمل بها مقايدة في اي حاجة بس كده فالفكرة كلها ان العملات او الدول ما تصرفش في العملات ما تقعدش تطبع 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 عشان العملة بتاعتنا بتنهار هو ده اللي بيحصل فعشان كده الدول الى حد ما بتبتدي ما تصرفش اوي 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 او ما تطبعش اه فلوس اوي عشان ما نخشش في الموضوع التضخم او الانفليشن او الهايبرد انفليشن فشكرا جدا لكم واتمنى اكون افدتكم يا رب انا اسم محمد تحسين من كنات سرشاجي اتمنى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتشارك كمان المحتوى لو امكن يعني احنا مش بنتكلم عن الاقتصاد بس احنا نتكلم عن السعاد بنتكلم عن التكنولوجيا بنتكلم عن الصحة فاتمنى اكون افدتكم وشكرا جدا لكم متنساش تعمل لايك وتشترك في والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته